السلام عليكم حادث الدائري حبس اثنين من سائق التريلا وهروب الثالث فور وقوع الحادث انتقلت قوات الشرطة الى مكان الحادث لاجراء التحريات اللازمة وافادت تحريات الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الاهرام تحت اشراف اللواء محمد دولشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية امن الجيزة بان ثلاث سائقين نقل تريلا تسببوا في تصادم اثنين وثلاثون سيارة ملاكي واوتوبيس بسبب الرعونة والسرعة الزائدة اذ قالت التحريات انه جرى ضبط كل من السائقين محمود سالم عكاشة حسين ثلاثون سنة وسمير محمد عبدالفتاح حمزة اثنان وثلاثون سنة فيما هرب السائق الثالث الصادر بحقه قرار ضبط واحضار من قبل النيابة العامة التي اخترت بتفاصيل الواقع العرض على الطب الشرعي بالعرض على اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لامن الجيزة وجه باستكمال التحريات وسرعة انتشال اثار الحادث من الطريق العام وسرعة ضبط السائق الهارب وذلك بعدما طلب عرض المتهمين المضبوطين على النيابة التي قررت عرضهما على مصلحة الطب الشرعي صباح باكر لاخذ عينة من دمائهما وتحليلها للتأكد من تعطيهما مودة مخدرة من عدمه سرعة زائدة بدورها قررت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد صلاح حبس السائقين المقبوض عليهما بعد ورود التحريات التي تابعها اللواء هاني شعراوي مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية بمسؤولية المتهمين عن وقوع الحادث لسرعتهما الزائدة في منطقة ضيقة ما تسبب في اصطدام السيارات ببعضها البداية بتلقي أجهزة الأمن بلاغنا بوقوع حادث تصادم على ألد إيراي فانتقلت الشرطة إلى مكان الحادث رفقة سيارات الإسعاف والمباحث وقوات الحماية المدنية التي استخدمت المعدات الثقيلة والأوناش في رفع آثار التصادم وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها وساعدت أسرة بأكملها في النجاة من موت محقق بعد انحشارهم في سيارتهم الملاكي لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ترجمة نانسي قنقر